شيء اللي عمصر يا جماعة في نادي برشلونة كل يومين وثلاثة يظهرنا خبر تشافي سيقال تشافي سيغادر تشافي مستمر مع نادي برشلونة يعني اليوم ظهرت اخبار جديدة حسب عدة مصادر صحفية اسبانية انه لابورتو عاوز يقيل تشافي من تدريب نادي برشلونة بسبب التصريحات يلي صرح فيها بعد مباراة الامس امام نادي الميريا وتحدثوا عن الوضع الاقتصادي الكارثي لنادي برشلونة لابورتو انزعج من هذه التصريحات وان خلاص هون رح تبدأ نهاية حكاية تشافي مع نادي برشلونة ولازم نقيل المدرب ونشوف مدرب جديد يعني بالله عليكم خلال شهرين فقط تقريبا ظهرت 3-4 اخبار عن تشافي بس ومستقبله مع النادي يعني شفنا من حوالي شهرين انه تشافي صرح وقال قدام الاعلام وقدام الجميع انه رسميا رح اغادر نادي برشلونة بنهاية الموسمة بعدين ظهرت اخبار جديدة بعد الكلاسيكو وبعد الخروج من دوري ابطال اوروبا انه لابورتا هو وتشافي اتفقوا انه يستمر حتى نهاية عقده اليوم ظهرت اخبار جديدة انه خلاص لابورتا عوز ينهي عقد تشافي مع نهاية الموسم بسبب التصريحات يلي صرح فيها الامس بعد نهاية مباراة الميرية حرفيا وفعليا جمهور برشلونة كان الله في عونكم مع هذه الادارة كل يومين 3 خبر جديد وما نعارفين شو بدهم يسوون